في اخر مستجدات ملف ازمة المياه كشف السفير التركي فاتح يلدز خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس عن تأجيل ملء خزانة سد اليسو في شهر حزيران الذي يصادف فيه شهر رمضان وحتى بداية شهر تموز المقبل واوضح ان وزير الموارد المائية التركي نفى تقديس الاطلاقات المائية الى الجانب العراقي ووصلت الى 340 متر مكعبا في الثانية في غضون الايام الخمسة الماضية بعد الاتصال مع وزير الموارد المائية في حكومتنا اكد انه تقررت اجيل ملء خزانات سد اليسو بالمياه بامر من رئيس البلاد خلال حزيران الذي يصادف شهر رمضان وان الاطلاقات المائية ستستمر الى جانب العراقي حتى ونستؤنف العمل بملء خزانات سد اليسو لا بد من تأكيد ان الشحة الحالية هي بالدرجة الاولى طبيعية فاقمتها سيطرة دول المنبع على نهري الفرات ودجلة والروافد فسيطرة الجارة التركية على الفرات محكمة وزير الموارد المائية حسن الجنابي اعلن للحرة توصل الى اتفاق فني منصف مع الجانب التركي في استمرار اعطاء العراق حصصه المائية اثناء ملء خزانات سد اليسو حتى تشرين الثاني من هذا العام ومن تم تجري عادة تقييم الاتفاق والحصص المائية المطلقة بعد تواجد فرق مختصة عراقية وتركية على سد الموصل الى اتفاق فني منصف للعراق اثناء املاء سد اليسو من الان حتى نوفمبر نعتبر اتفاق منصف بعد الخمس شهور نتفق عليه يوم اثنين نوفمبر في سد الموصل ناخذكم الى سد الموصل ايضا تشوفون سد الموصل وتشوفون الوفد الفني التركي والعراق خبراء في وزارة الموارد المائية اكدوا ان الاتفاق مع الجانب التركي يلزمه بتمويل نهر دجلة من مؤخرة سد اليسو بنسبة تسعين متر مكعبا ومن ثم تغديه الروافد داخل الحدود العراقية ومن المتوقع ان تصل الارادة المائية الى خمسة وسبعين بالمئة من المعدلات الطبيعية لمياه دجلة في هذه السنة بين مؤخر سد اليسو والحدود العراقية ستين كيلومتر عندنا روافد ترفض نهر الدجلة بحدود خمسة وعشرين وثلاثين متر مكعب هذه طلعناها من الاتفاق يعني هذه خليناها هي يعني بكل الاحوال هي تأتي الى عمود نهر دجلة يضافلها تسعين متر مكعب من الهر هذا هو اللي خلانا نقول هي هي تشكل حوالي خمسين الى خمسة وسبعين من معدلات الارادات لهذه الفترة في السنة الشحيعة ازمة مائية مؤقتة ولا تحتاج اي تهويل علامي وربما ستزال خلال النصف الثاني من هذا العام بحسب المسؤولين في وزارة الموارد المائية من داخل وزارة الموارد المائية ببغداد زياد نهاد الحرة اشتركوا في القناة